نعطيكم العافية ميس ننبلش بدرس المقاطع البرمجية المقاطع البرمجية هي الأساس في عمل برنامج استيكراش عبارة عن مجموعة من الأوامر اللي بتخلي الكائنات على المنصة بتتحرك وتتغير وبتصدر أصوات منطقة ألواح اللبنات تحتوي هاي المنطقة هاي هامس موجودة عندي هون تحتوي على أزرار التبديل كل زر من أزرار التبديل إلو لون معين لما تكبس على الزر بدك تشغله بتغير لون الزر بصير كامل يعني قبل ما نشغلي الزر بيكون بس الألوان على الطرف لما أنا بدي أشغله أكبس تتلون كاملة هلا عندي بتظهر مجموعة اللبنات الخاصة اللي بتستخدم هي طبعا المنطقة هاي كل مجموعة اللبنات اللي بدي إياها موجودة عندي هون منطقة المقاطع البرمجية بسميها منطقة العمل ليش؟ لأنه التخطيط والترتيب وبناء المقاطع اللي بتتعلق بالكائن النشط بينفذ عليها كيف يعني بسحب اللبنات إليها من منطقة ألواح اللبنات بواسطة الفقر؟ يعني أنا بدي هاي اللبنة أشغلها بمسكها وبسحبها عن طريق الفقرة يعد سحبها بيمكنني من إني أشغل كل اللبنة على وحدها بنقر عليها نقرا مزدوج شو يعني نقرا مزدوج؟ شرحي تقابل إنه بكبس على الفقرة مرتين وربعا هلا إذا أنا بدي أنشئ برنامج مقطعي بجمع اللبنات اللازمة بكدسة واحدة وحكينا الكدسات هي مجموعة اللبنات أو الأوامر اللي بحطهم تحت بعض بالدرس اللي قبل كمان شرحتها هلا لبنات السكرات عبارة عن مقاطع برمجية مثل لعبة البازل الأحجية بأنه أركب اللبنة بطريقة مناسبة عند سحب اللبنة إلى منطقة المقاطع البرمجية بصير في عندي خط تمييز لونه أبيض بشير إلى إمكانية إفلاتها وارتباطها بوحدة ثانية إذا ما ظهر عندي هذا الخط الأبيض هيا الموجود هذا الخط الأبيض يعني إنها غير مناسبة للتشكيل يعني إنت لما إجيت شكلتها شكلتها غلط ما بيصير إني ما بيصير إني أشكلها أنواع اللبنات في عندي لبنات الكدسات كل نوع من هاي الأنواع كل نوع كل لبنة من هاي الأنواع بيصير عندي نتوء في أسفلها ثلوم في أعلاها ونتوء في أسفلها يمكن يعني شو ثلوم في أعلاها هاي اللي عندي هاي ثلوم في أعلاها هاي نتوء في أسفلها عشان تفهم يمكن تجميحها كلها بكدسات معان مثل لبنات إحذف إظهار مثل ما حكنا بتحتوي منطقة الإدخال لإدخال القيم المتغيرة على لبنة الاستدارة اليمين أو اليسار بمقدار 15 درجة بتحتوي قائمة منسدلة مثل اللبنة على إنه أجعل تأثير اللون مساوي من مجموعة المظاهر ممكن إني أختار اللون من قائمة المنسدلة شكلها مثل فم مفتوح هاي هايها موجودة عندي يمكن وضحها مع عدد من اللبنات مثل مكرر كرر أو كرر باستمرار يعني هاي بحط فيها أكتر من لبنة هلا لبنات القبعات هي عبارة عن قمم مستدير للأعلى توضع في قمم الكدسات بيكون الهدف منها إنها تنفذ اللبنات المتصلة عند الضغط على أحد الأزرار أو على مفتاح الخاص إنه أضغط على مفتاح المسافة أو أحد الأسهم لبنات المتغيرات سممت هاي اللبنات عشان تنحط في مناطق الإدخال الخاصة بمجموعتي التحسس والأرقام لهون ميس بكون خلصت الدرس يعطيكم العافية